السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئات بالتزامن مع صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 بس قبل ما نتكلم على التفاصيل نرجو الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو اتخذت الهيئة المعنية بصرف المعاشات قرار جديد بتقديم المنحة المالية المخصصة لأصحاب المعاشات واللي هي قيمتها 500 جنيه بالإضافة إلى ذلك سيتم صرف هذه المنحة للمستحقين الذين بينتموا لأقارب أصحاب المعاشات الأساسيين وبتسأل الكثير عن من سيكون من بين هذه الفئة المحظوظة التي ستستفيد من هذه المساعدات المالية تفاصيل المنحة الاستثنائية 500 جنيه في خطوة تهدف لدعم الفئات المستحقة وقد أصدر ناكب المحامين قرار من خلال الشهر الجارية تطمن صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات وفقا للآت 500 جنيه منحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات ستمنح هذه المنحة للمحامين المتقاعدين وأرامل المحامين المتوفيين مما بيساهم في تحسين وضعهم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الرهنة 500 جنيه منحة لكل ابن قاصر بيشمل ذلك أبناء المحامين المتوفيين وذلك بمناسبة بيت العام الدراسي الجديد ويساهم في تغفيل أعباء المالية عن الأسر وبعد الاطلع على القرار المحامة رقم 17 لسنة 1983 صرف المنحة الاستثنائية قدرة 500 جنيه لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد وصرف منحة 500 جنيه لأصحاب المحامين المتقاعدين وأرامل المحامين المتوفيين صرف المعاشات شهر أكتوبر اعتبارا من يوم 29 سبتمبر 2024 الجدير بالذكر أن هذه المنحة بتأتي في وقت بيحتاج في العدد من أصحاب المعاشات وأسر المحامين المتوفين إلى دعم مالي إضافي وخاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد وبتسعى لهيئة لتحسين مستوى الحياة للمعاشات والأسر مما يعكس الالتزام تجاه هذه الفئة المستحقة